اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كسيرا. يا رب تكونوا جميعا بالف خير. شكرا على اللايقات وعلى كلامكم الحلو وعلى دعواتكم البابا ربنا يخليكم ليا وتفضلوا كده دايما معايا كده وفي دهري. هنعمل بقى النهاردة بلح الشام. عايز اقول لكم كونات سهلة قوي معايا كوب من الدقيق ومعلقتين من النشا وربع كوب زيت. ومعايا بطين ومعايا فانيليا. طبق امي متشجعي اول حاجة هنعمل ايه? هنعمل السيروب. العسل لازم يكون عالبارد هتحطي كوباية ونص من المياه. وقدامها كوباية سكر. انا هنا ضعيفة الكمية. تمام? وهحطها على النار لحد ما تغلي. وهضيف نص لامونة وهطفي عليها مش هياخد عشر دقايق وهسيب ويبرد. ويلا بقى نبدأ نعمل ايه? هنعمل طبعا آآ العجينة بتاعت بلح الشام. الحاجة هنزل بالميا والزيت كوباية واحدة من المياه. وربع كوباية من الزيت. تمام? انا هنا من ضعفة الكمية عشان كان عندي ناس يعني وكده. وآآ عايزة الكمية تكون مقضية. اول ما المياه تغلي. بالشكل اللي انتو شفتوه ده هنزل على طول الطبق ده. حطيت فيه الدقيق والنشا ورشة واحدة من الملح. وهنقلب كده لحد ما تلم معي العجينة وهطفي خلاص النار. مش محتاجة النار خالص. تمام? وفي بولة بقى ازاس ما ينفعش تحطي في بولة بلاستيك غير لما تكون قبلة للسخونة. تمام? وهنزل كده زي ما انتم شايفين بالعجينة. وهفرطها كده وهسيبها تبرد خالص. ما ينفعش ابدا نحط البيض عليها وهي سخنة. البيض هي سوي. وهنزل بقى ببيضة بيضة كده. طبعا انا حطيت عليها الفانيليا. وهتقلبي بالشكل ده. هتنزلي ببيضة بيضة. تمام? وبعد كده هتنزلي بالبيضة التانية وبعد كده بقى البطن الايه? الاخرانيين. وهتقلبي وهتلبسي بقى جلافز او كيس بلاستيك وهتعجيني كده كل المكونات كده في بعض. لحد ما تكون عجينة كده ايه? متماسكة بالطريقة دي. عايز اقول لكم المقطع بتاع الكيس كده اتماسح مني وانا بعجن. المهم يعني يعملي كده. هنا بقى بركب طبعا بركب كده القمع اللي انا عايزة. عايز اقول لكم كيس الحلوان ده حلوة قوي. وده طبعا البلاستيك اللي احنا بنعمل به كريم جانتي ما ينفعش نعمل فيه العجين خلص هيتقطع مننا. لازم مضروري لهول بلاستيك ده. انا كنت تقريبا جايبها بتلاتين او خمسة وتلاتين جنيه بتلاقيه في اي محل حلواني او ادوات مبخ. وهتضيفي كده الكمية اللي انت عايزها وتنزليها كده بالشكل ده. وطبعا السطنية اللي انت هتعملي فيها لازم يكون زيت غزير. بصوا بقى اول حاجة ما يكونش فيها نقطة مية وهننزل على طول بالزيت. طبعا زيت نوعية كويسة جدا. وبعد كده بقى هبدأ ان انا بشكل بقى بلح الشام. عايز اقول لكم بجد كان طعمه جميلا. انا لسه عاملا النهاردة. يعني لسه عاملا دلوقتي وحبيت ان انا نزل لكم الفيديو دلوقتي. عشان لو حد عايز يعمل حاجة حلوة. ولازم مضروري مقص. لازم. مقصة طبعا تخليه للمبخ بس. وهبليه زي ما انا عملت كده. هبليه في الزيت. وهتعمليه كده هتضغطي. هي بتكون يعني آآ قوية شوية بس يعني عشان هي عجينة. مش زي كريم جانتي ابدا. المهم هتضغطي كده وتقصي بالمقص. اي حجم انت عايزة بقى. آآ طويل آآ قصير براحتك خالص. تمام? اي الحجم ده بتاعك انت يعني. انت تقدري تعملي اي طول انت عايزة. آآ يكون احلى وشكله كمان الاز كده. المهم في التقديم كمان بيبقى شاهي جدا. المهم بقى مش هقلب غير لما حس ان هو خلاص. بدأ طبعا يعني يبدأ كده يلون معي. يبقى بيض. عايزة اقول لك اقوية تحطي بلح الشام. عجينة بلح الشام اقوية تحطيها والزيت ساخن خالص. لقى طبعا على البارد. حتى كل مرة ومرة. يعني انا خلصت اول طاطس. تقفلي كده النار واتسيبه يهدى كده خمس دقيقة وتبدأ يتحطي تاني. وبدأ بقى كده يلون ما شاء الله. المهم يعني هتبضى يتقلدي عايزة اقول لكم كان ما ارمش جدا جدا جدا. ما ارمش من بره وكمان من جوه كده هاش. وجد طعمه كان حلو قوي. معي بولة ونشفتها كويس قوي. وهبدأ انزل بقى. هشيل بلح الشام من الزيت وهنزل في البولة. اللون بقى تخليه دهبي كده حلو. نفس الدرجة دي. عايزة اقول لكم حلو جدا. ونزلت كده بالشرباط عليه بجد ما شاء الله ريحة كانت تجنن. وتقلبي كده يا بصي غرقيه كده شرباط. بس كده بتسيبيه خمس دقيق وبعد كده بقى بترسيه طبعا في طبقة تقديم بتاعك. بصي. ما ارمش وجميل. هاش جدا جدا جدا. بصوا بقى ما شاء الله. عايزة بقى تقدميه. بصوا نشف ازاي. تقدميه بقى حط تعليم كسطرات براحتك خالص. يا رب الفيديو يكون للاعجابك. ولو عجبك الفيديو وشير وسبسكرايب للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.